وطالت فترة الحجر المنزلي واغلاق الاقتصاد وتباعد الاجتماع وبدأنا نشاهد الكثير من الدول تسعى لعادة فتح الاقتصاد ولكن هل يكرر العالم الخطأ مرتين وهل انتهت أصلا مشكلة أزمة كورونا أو أصبح هناك حلا لهذه الأزمة نعلم أن اللقاح يستغرق وقتا طويلا ربما عام وربما أكثر ولكن هناك عدة عوامل يجب أن يلاحظها العالم وكل دولة بعسب ظروفها في عملية فتح الاقتصاد أولا قدرة القطاع الصحي لأن بالأساس عملية الإغلاق كانت لمنع انهيار القطاع الصحي مع تزايد أعداد الإصابات وثانيا مراجعة معدلات الإصابات والوفيات ويجب أن تكون هذه المعدلات في مستويات متراجعة تسمح بعودة الاقتصاد للعمل وثالثا لا يمكننا التأكد من أعداد الإصابات والوفيات أيضا إلا بإجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات وأكبر كثيرا من أعداد الفحوصات الموجودة عالميا سنستعرض هذه العوامل الثلاثة بالتفصيل ربما رأيتم وشاهدتم هذا الرسم البالي عدة مرات وعرضناها أكثر من مرة وهي فكرة عدم وجود إجراءات تباعد اجتماعي وهنا هذا الخط يمثل القدرة الاستيعابية للرعاية الصحية ويمكن أن ينهار قطاع الرعاية الصحية لازال هذا الخطر موجودا يعني إذا عاد الاقتصاد للعمل وزادت أعداد الإصابات من جديد فهيمكن أن ينهار قطاع الرعاية الصحية لأن الطاقة الاستيعابية لها إمكانية وحدود وإن اختلفت ما بين دولة وأخرى ولكن في النهاية إجراءات التباعد الاجتماعي تحافظ على قطاع الرعاية الصحية قادرا على استيعاب المصابين هذه النقطة الأولى التي يجب أن تراعى قبل أن يتخذ أي قرار بفتح الاقتصاد القرار الثاني هو تباطئ معدل الإصابات والوفيات هنا إذا ما نظرنا هناك عدة تجارب يعني سجلت تباطئ واضح وربما كانت الأنجحها كوريا الجنوبية هونغ كونغ تايوان هذه الدول المجاورة للصين والتي بدأت فيها الإصابات وتصارع وطيرة الإصابات أسرع كثيرا من الانتشار أو مبكرا قبل الانتشار في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول تمكنت من السيطرة على الفيروس ومنذ أول 100 إصابة وحتى بعد ذلك تقريبا بخمسين يوما تمكنت من تسطيح هذا المنحنة منحنايات الإصابات كما نتابع بالنسبة لكوريا وهونغ كونغ حتى تايوان نجحت مبكرا للغاية في ذلك إذا ما وصلت الدول الأخرى عالميا إلى هذه المستويات ربما حينها تبدأ في عملية عودة تدريجية ولكن طالما أن المنحنة لازال صاعدا وحتى ولو كان يتباطئ قليلا فهذا لا يعني أنه لا توجد إصابات خاصة أن المشكلة الرئيسية تكمن في مستويات الفحوصات إجراء فحوصات على عدد كبير من الناس دعونا نتابع عدد الاختبارات حاليا وعدد الفحوصات لكل ألف شخص هذا ليس لكل مئة شخص لكل ألف شخص في العالم إيطاليا تقريبا نتحدث عن مستويات 28 والولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن مستويات 20 لكل ألف شخص وبريطانيا نتحدث عن مستويات 5.5 أو 6 تقريبا لكل ألف شخص لازلت نسب ضعيفة للغاية من الإصابات لا يمكننا أن نعلم من هم المصابون وهناك عدة خطط إذا استطاع العالم أن يطور وسيلة سريعة ورخيصة التكلفة للاختبار يمكن حينها أن يعود هؤلاء الذين تم إجراء الاختبار عليهم إلى العمل بينما يتم عزل كبار السن والمعرضين للمخاطر والذين لم يصبهم الفيروس بطريقة أو بأخرى هكذا إذن إجراءات يجب أن تتبع وخطوط عريضة يجب أن يراعيها العالم قبل أن يكرر الخطأ مرتين ويسمح بعودة جديدة لانتشار أسرع لفيروس كورونا موسيقى